سلام حمابي سنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقداموا الجداد والناس للتحقوب هذه القناة إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم ونجيكم يا رب إن شاء الله بحول الله وقواته سنوضعوا حاجة للا خاصة بالناس لديهم عكوسات وما عندهم قبول دائما البنت تشتاكي بأنها ما عنداش قبول وبغينا ناخدوا حطاقة يوم العيد يوم العيد اللي تكون مبارك الدكرة النبوية اللي كلشي الناس تتبرقوا من هاد الليلة اللي تزاد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام واليوم اللي مات فيه هو يوم اللي تزاد فيه ولكن كنا نصليه على سيد الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي هاد تشليلا غادي ناخدو إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخدو غادي ناخدو تلات أعواد دي القرفة وغادي إن شاء الله نحطهم في إناء غادي ناخدو إلى كنت الخزامة ديروها كالبابونج ديروه كالعرعار ديروه تشليلا وعرا خطيرة جداً القرفة رائعة في الطاقة الإيجابية يكون عندك قبول وتكون مقبولة في ممشيتي وتحيد النواحس يوم العيد يوم العيد غادي تعمي من مراء إما الصبح وإما الظهر وإما العصر ولو أنك ما تغسليش الشعر ديالك هو غير على الجسد ديالك فقط ولكن غادي تاخدي هذا الإناء غادي تاخدي هذا الإناء غادي تحطيه فوق البوطة وتخليه يتبخ يتبخ حتى أنه يتجانس هذه القرفة مع الخزامة وغادي تحاول أنك تخليها حتى تبرد واتقرأ عليها هذه القراءة إن شاء الله غادي تقرأ عليها بعد الآيات لجلب الخطاب وغادي يكون عندك قبول وتشليلة رائعة ولو أنك تكون عندك عكوسات أو يكون عندك عارض إن شاء الله غادي توفقي في حياتك ويجيه الخطاب حتى الببدار إذن بعد ما حطيناها على النار حتى تبخات مزيان عشر دقائق ونخلي حتى تبرد وغادي نقربها إلى الفم ديالي وغادي نقرأ عليها إن شاء الله ونقرأ عليها هذه القراءة اللي غادي نعطيكم غادي نقرأ الآية من سورة الحج أعود بالله من الشيطان الرجيم وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق غادي نقرأها سبع مرات وغادي نقرأ هذه الآية إن شاء الله أعود بالله من الشيطان الرجيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس غادي نقرأها سبع مرات وغادي نصفها وغادي ندخل الغرفة ديالي وغادي نخوي لي هذك الماء ولو ما نقربوش الشعر ديالي غادي نخويه غير على الكثيفين ديالي والجسد ديالي فقط غادي نخلي هذك الماء على الجسد أما نخليه على الجسد ولكن هذك القرفة غادي نخليه حتى تنشف ونبخر بها مع المغرب مع المغرب صلاة المغرب غادي نحطها فوق البوطة أو ندير الفحم ونتبخر بها ولو نبخر بها غير المكان اللي أنا فيه غادي إن شاء الله غادي تزرع القبول والراحة في البيت لأن القرفة رائعة بدون ما نشكر القرفة رائعة بإذن الله حاولوا غير تديرها وتبخروا ريوسكم بهذك القرفة اللي قريتوا عليها وسط الماء ولكن الماء اللي عمتوا به غادي تلوحوه في مكان عاشب شي ما كان يكون زمين فيه شجرات شجرات أو يكون ورد أو يكون غرس أو يكون غازو ولوحوه ذك الماء لأنه بغيتي تلوحي النحس وتهزي قبولك وتحيدي الموانع اللي عندك بسبلك العكوسات إذن هادة تشليلة رائعة وفيتة حطها وزوينا وجابت نتيجة معا لابنات هادك شي علاش عود تاريكم حاولوا غير تديرها بيقين والله المستعان على كل الأمور حاولوا تخليوا لي لايك على الفيديوهات حاولوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد حاولوا تدعموا القناة إن شاء الله باش تزيد القدام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته